يا فضيلة الشيخ هل يجوز لشخص يبلغ من العمر 25 عام أن يصلي جالسا دون أن يقف على الإطلاق إذا كان عنده أنيميا أو ما شابه ذلك لا هو جميل عنده أنيميا ولكن هو قادر على الوقوف أم لا عنده أنيميا بس يستطيع أنه يأتي بالركوع والسجود والقيام أم لا وممكن واحد لو عنده أنيميا وقف يدوخ ويقع لا أقول له أصل وانت قاعد فهل وصل به الحال إلى أنه لا يستطيع الإتيام بالركن القيام لو كان ذلك خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولكن إن تيسر له الوقوف يبقى إذن لا يترك الوقوف إن تيسر له الوقوف ولكن لا يستطيع الركوع لو ميل كده نتيجة الضعف ممكن يسأط على وقع على وشه يبقى إذن خلاص لا يأتي بالركوع ولكن يأتي بالقيام لا يستطيع أن يأتي بالقيام ولكن يستطيع أن يأتي بالركوع مثلا يبقى خلاص يأتي بالركوع إذن الميصور لا يسقط بالمعصور فإذا ما تيسر ركن لا ينبغي له أن يتركه طالما أنه قادر على الإتيان به نعم يعني ركن هنا يأتي به وهو جالس نعم وركن أيضا في رقوعه مش قادر بقى خلاص يبقى يأتي بأركانه وهو جالس نعم